موسيقى النشر الرياضي المفصلة من الميادين السلام عليكم محكمة التحكيم الرياضي تعلن استئنافة تونس للعقوبات التي فرضها الاتحاد الافريقي لكرة القدم خلال كأس أمم أفريقيا الاتحاد التونسي كانت تهم الاتحاد الافريقي بالتحيز بعد احتساب ركلة جزاء لغينيا الاستوائية ساهمت بخروج نصور قرطاج من ربع نهائي الوطولة القرية رد الاتحاد الافريقي بعقوبات بالجملة أوقف رئيس الاتحاد التونسي وديع الجريء عن أي نشاط أفريقي أم هل تونس حتى أواخر الشهر المقبل لتقديم اعتذار تحت طائلة استبعادها عن كأس أفريقيا 2017 وغرمها مبلغ 50 ألف يورو لما اعتبره تصرفات عدائية من قبل اللاعبين لويز فيغو يقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 حال انتخابه رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم فكرة البرتغالي هي جزء من برنامجه الانتخابي لرئاسة الفيفا الذي أعلن عنه من ملعب ومبلي لاعب ريال مدريد السابق اقترح أيضا إقامة المونديال في قارتين مختلفتين يتنافس 24 منتخبا في كل قارة على أن تقام الأدوار الإقصائية في بلد واحد ابن الاثنين والاربعين عاما سيتنافس على رئاسة الفيفا مع السويسري جوزيف بلاتر ونائب رئيس فيفا الأمير علي بن الحسين ورئيس الاتحاد الهولندي مايكل دامبراغ موعد إقامة مونديال قطر 2022 لا يزال في بورصة التداول آخر التقارير تحسم إقامته بين شهرين 22 نوفمبر وكانون الأول ديسمبر استنادا إلى أكثر من مصدر تقول مجلة سبورتس ألستريتد أن مجموعة العمل التي شكلها الفيفا سترفع اقتراحها في اجتماعها المقبل في الدوحة ورفضت فكرة إقامة المونديال بين يناير وفبراير بسبب تضارب الموعد مع الأولمبياد الشتوي كل التقارير تقول أن الفرنسي إيرفيرينار سيكون المدرب المقبل للمنتخب المصري لكرة القدم رينار ألفاز خيرا مع المنتخب الأفواري بكأس الأمم الأفريقية أكد جهزيته لتسلم المهمة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري مجد المتناوي نقل عن رينار أن بقاءه في ساحل العاج يأتي بسبب بعض الأزمات المالية مع الاتحاد الأفواري وجدد المتناوية تأكيد أن بديل شوق غريب في منتخب الفراعنة سيكون مدربا عالميا حتى لو فشلت المفاوضات مع رينار الدفاع الجديد بات عقدة للرجاء البيضاوي بعدما كرر فوزه عليه بهدف من دون مقابل في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المغربي للمحترفين على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء منح زكريا حدراف الفوز لفورساند كالا في الوقت القاتل وشهدت نهاية المباراة صخطا جماهيريا على مدرب النسور البرتغالي جوزيرو ماو وطالبوا الإدارة بإقالته كرة القدم المغربية مهددة بالشلل الداخلي بعد إيقافها القاري والسبب هذه المرة تصفية الحسابات السياسية على ظهر كرة القدم أحمد محي الدين والتفاصيل الدور المغربي لكرة القدم مهدد بالإيقاف بسبب انغماسه في الصراع السياسي رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران أشعل فتل الأزمة عندما وسع رقعة النزاع بين حزبه العدالة والتنمية مع الأصالة والمعاصر المعارض بن كيران أشار في تصريحته إلى أن فريق الوداد البيضوي يقوده بلطجية الأصالة والمعاصرة بالسيوف غامزا من قناة رئيس النادي الأحمر سعيد الناصري المنتمي إلى البام اتحاد اللعبة رفض تصفية الحسابات السياسية على ظهر كرة القدم الوطنية وهدد رئيس الجامعة فوزي لقجع بتوقيف النشاط الكروي بسبب هذه التصريحات التي من شأنها التأثير سلبا على المشهد الكروي المغربي ظهرت مجموعة من العوامل التي كما قلت جعلتنا مقتنعين بأن نهدئ الأجواء بتوقيف المنافسة الرياضية إلى حين عودت المياه إلى مجاريها الأندية المغربية تداعت إلى اجتماع لمناقشة التطور الخطر وأعلنت الفرق تضامونها رسميا مع وداد الأمة واتهم المجتمعون رئيس الحكومة بإقحام الرياضة في صراعات سياسية هي في غنان عنها لسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تفهمنا جميعا وتفهم السيد رئيس الحكومة أن الجسم الكروي لا يستحمل تصفية حسابات سياسية جمهور الويداد المعروف باسم ألترس هدد بالتظاهر في العاصمة الريباطة لكن تدخلات كثيرة اضطرتهم للإحجام عن هذه الخطوة وكأنه لا يكفي الكرة المغربية صراعاتها مع الاتحاد الأفريقي التهديد بالشلل على المستوى القري انسحب إلى المستوى المحلي والثمن الغالي يدفعه اللاعبون والجمهور جيرار بيكي يعتذر عن إهانته شرطة البلدية بعد استدعائه من قبل محكمة برشلونة المدافع الشاب كان قد شتم وهدد رجال الشرطة بالاتصال برئيسهم وأسقاط غرامة فرضت على شقيقه مارك بسبب مخالفة مرورية في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي ابن الثمانية والعشرين عاما بعث برسالة إلى المحكمة اعترف فيها بخطأه واعدا بعدم تكراره ولان إلى الصحف مع مايك شالهو شكرا عبد الرحمن وأهلا بكم في جولة على أبرز عنوين الصحافة الدولية التي نبدأها من إنجلترا مع اليومية The Guardian فقد عنوانات ضحية عنصرية تشالسي يريد معاقبتهم وسجنهم اليومية الإنجليزية أعادت فتح ملف العنصرية في كرة القدم وخاصة لدى مشجعي نادي تشالسي أحد المواطنين في العاصمة باريس من ذوي البشرة الصمراء منع من الدخول إلى الميترو من قبل جمهور البلوز الكاتب أشار إلى العنصرية المنتشرة عند الجمهور الإنجليزي خلال مباريات دوري أبطال أوروبا من إنجلترا ننتقل إلى الصحافة الألمانية مع بلد فقد عنونت بدورها رونالدو يضرب فريق شالكي في قلبه أفضل اللاعب في العالم سجل الهدف الأولى ويهيئ نفسه لمباراة الإياب من ألمانيا ننتقل إلى الصحافة الإسبانية مع ماركا فقد عنونت على غلافها مدريد يرى النور وضع قدما ونصف القدم في ربع النهائي بعد فوز مريح كريستيانو يكسر الحظة السيئة من خلال هدف في رأسه بيبي يعود على نحو فاعل في الدفاع دائما مع صحيفة نفسها فقد عنونت بوسكيتس سيصبح في المركز الرابع لللاعبين الأعلى أجرا بعد ميسي واتشابي وإنيستا بعدما توصلت إدارة بارشلونة إلى اتفاق مع اللاعب سيرفيو بوسكيتس بشأن تجديد عقده إلى عام 2019 دخل لاعب البلاوغرانا قائمة النجوم الأكثر ثراء في الفريق ابن ستة والعشرين عاما بدأ مسيرته الاحترافية في عهد بيبي وارديولا كما أنه نجل الحارس السابق كارلس بوسكيتس نهاية الجولة ستكون عربية وتحديدا من السعودية مع اليومية الشرق الأوسط فقد عنونت بدورها قيمة رواتب لاعبي الأندية السعودية 108 ملايين ريال عام 2013 مصدر أكد أن أغلى لاعب أجلبي يتقاد شهريا 817 ألف ريال و600 ألف ريال لللاعب السعودي الكاتب أشار إلى أن راتب اللاعب المحلي ارتفع بنسبة 50% بين عامي 2013 و14 مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الجولة الصحفية والآن عودة إلى متابعة النشرة وليك عبد الرحمن شكرا لك مايك حمى العنصرية تتفشى في ذهن بعض رجالات الرياضة فيروس انتشر كالناري في الهشيم هذا الأسبوع في المنابر الرياضية ووصل إلى أنفاق المترو عبير الذوادي والتفاصيل إيطاليا تفتقد للكرامة والشرف هكذا يرها إيريغوساكي بعد اشتياح لعبين من أصحاب البشرة السمراء بطولات الشباب في البلاد المدرب السابق لمنتخب إيطاليا انتقد اعتماد أندية الشباب على لاعبين من أصول أفريقية لأن فيه مؤشرا خاطرا حول عجز الكرة الإيطالية عن إنجاب المواهب ساكي استغل وقوفه على منصة توزيع جوائز في منتكاتين تورمي وأدل بتصريحه العنصري كلام رد عليه بقسوة من رايولا وكيل أعمال ماريو بلوتالي نعد الساكي بالجاهل وعبر عن أسفه لسماع تصريحات عنصرية صادرة عن أبناء جلدته أما الأسطورة الإنجليزي جاري لينكير فقد وصف العاملين في كرة القدم الإيطالية بالعنصريين بدوره هجم السويسري ساب بلاتر المدرب السابق للروسيناري رئيس فيفا طالب بوقف التلميحات العنصرية وأكد أن العزة والكرامة لا تقسان بلون البشرة المواقف العنصرية لرجال السحيرة المستديرة انعكست سلبا على عشاقها وباء استفحل في أحد أنفق الشوارع الباريسية بعد انتهاء مباراة باريسان جيرما وضيفه تشالسي في دور 16 من دوري أبطال أوروبا هجم مشجع البلوز مواطنا فرنسيا ذا بشرة سمرى ومنعوه من صعود المترو مرددين شعارات نحن عنصريون ونكره السودا وفخرون بذلك أقراص الفياغرا ستكون سلاح ريفر بليت لمواجهة صعوبة اللاعب في مدينة أورورو البوليفيا طبيب الفريق الأرجنتيني صرح أن اللاعبين بحاجة إلى مادة تحسن عملية التنفس فهم سيلعبون على ارتفاع 3735 مترا إلى جانب فياغرا سيتناول اللاعبون أقراص كافيين وأسبرين وسيكون في متناولهم أقنع متصلة بأسطوانات الأكسجين فريق المليونيرات سيستهل مشواره في كأس لبرتادوريس الليلة بمواجهة سانخوسي ضمن منافسات المجموعة السادسة جراحات نيويورك نيكس تتفاقم بفقدان نجمه كارميلو أنتوني حتى نهاية الموسم الحالي نيكس أعلن أن هدفه سيخبع لعملية جراحية في ركبته اليسرى ستبعده فترة تراوح بين أربعة وستة أشهر عن ملاعب دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين أنتوني غاب سابقا عن متغي المجموعة الأطلسي ما أدى إلى خسارة نيكس ثلاث عشرة مباراة متتالية في عالم الكرة الصفراء جواو سوزا يتعلق على أرض بلاده ويتأهل للدور الثالث من بطولة ريو دي جانيرو البرازيلية للتنس سوزا حسم المواجهة مع سلوفني بلازرولا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع ستة أربعة ستة سبعة وستة لأربعة ابن مدينة ساو باولو سيلعب في الدور المقبل مع أوندرياس موريار الفائز على الإسباني طومي روبريدو ومع التنس نصل إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة قدمناه لكم من الميادين لمزيد من أخبار الرياضة الميادين.net السلام عليكم اشتركوا في القناة